السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 13 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 6 و 11 دقيقة من مساء يوم الغد الجمعة القمر الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و 5 دقائق من عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر اليوم بما أنه موجود في برج العذراء معناته من ضل اليوم على طبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا أو على صحتنا نذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء منكون منظمين جدا والناس نادرا ما يقوموا بالدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي أفضل فأفضل وقت للتخلص من عدد سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات يمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد أو بإمكان تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في غير زاوية وحيدة وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثير هاي الزاوية بيبدأ تقريبا من ساعات الظهر ولكن زوايا يوم أمس هي ما زالت تقريبا المتشكلة فإذا هاي الزاوية بتخلينا نواجه مصاعب عراقيلة بتطلب منها إن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة بنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي آلام أو أعراض ممكن نراجع الطبيب وأيضا ما في أي مشاكل للأمور البسيطة مثل تنظير أو عمل بعض الفحصات هذا اليوم مناسب للعمليات الجراحية للأعضاء اللي ما ذكرناها ولكن برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر طبعا للأشخاص اللي بدهم يبطع عملية الإنبات وإزالة الشعر الزائد للأشخاص اللي عندهم كثافة في الشعر ولكن الإنسان العادي ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي والقص العلاجي مقصود فيه الأشخاص اللي بيعانوا من تقصف أو تساقط شعر أو تلف بالشعر بدهم يعلجوه فهاي فترة ممتازة بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالعذرة قلو المسار القادم يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة 5 و53 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم بدأ انحصار المربع عمره 7 أيام الساعة 8 و51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من أبدأ باليوم الثامن نسبة الإضاءة 47% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 طبعا سعيد الآن بنسبة 45% ساعة الصباح سعيدة بنسبة 15% القمر في العذراء حتى يوم 14-6 منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الفجر منتحس بنسبة 40% ساعة المساء منتحس بنسبة 60% عطارد في الجوزاء حتى يوم 17-6 سعيد الآن بنسبة 30% ساعة العصر سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17-6 منتحس بنسبة 40% المريخ في الثور حتى يوم 27-7 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 27-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بتكن تنتبهوا للأعمال الضرورية المهمة تنجزوها قبل ما تنتقلوا لعمل آخر وأيضا بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا إيجاد حلول وعلجوا المسائل الطارية عشان تقدروا تتوصلوا لاتفاق وابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء أو زملائكم بالعمل وحاذروا زي ما حكينا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر استقر في البيت الخامس لإلكم معناته بدأت فترة ممتازة جدا بتظل الرغبة اليوم قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا وبتشعر بالطمأنينة والراحة وممكن تحقق بعض المسائل اللي كنت موعود فيها أو يصير بعض المفاجآت اللي تسعد البعض من موليد برج الثور برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم التركيز كله على البيت وعلى العائلة في أحداث عائلية طارئة ممكن تصير ممكن تشعر ببعض الحزن أو التعب أو تبحث عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر والتنقلات داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار رغم أن اليوم مناسب جدا للمقابلات والامتحانات والنقاشات والحوارات لأنه عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع عالي جدا إلا أنه ممكن اليوم يسجل لك لقاء مهم أو اتصال مفيد بيتطلب منك تكون أكثر هدوءا وما تعصب ممكن تجري بعض الأبحاث أو المفاوضات الناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أهم شيء أنه اليوم تركز على الأمور المالية لأنه اليوم في بعض الفرص المالية لا إلك ولكن بدك تخفف من النفقات قذر المستطاع وتبتعد عن المشتريات الغير ضرورية وأحرص على مالك من السرقة أو الضياع ممكن تناقش موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرى في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ روم أنه في بعض الفرص المالية إلا أنه أنا شايف أنه في بعض المصريف الطارئة اللي ممكن تربكك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة تشعروا بثقة كبيرة بالنفس اليوم لأن القمر استقر عندكم تماما وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد أو ممكن تتلقى خبر عن موضوع كنت شغال عليه بالفترة الماضية في عندك حماسة ووضوح بالأفكار وأيضا على المستوى العاطفي ممتاز جدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فإذاً يتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر التعب عليكم ممكن البعض يحتاج لمراجع الطبيب أو ممكن تفكره في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين تهدأ الوتيرة وتتراجع الأرباح والحيوية وهي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال عشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تعمل بشكل روتيني وما تبدأ بأي شيء جديد وما تتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطه اجتماعياً وبتلتق الأصدقاء اليوم منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة ويلعب دور بأن في محيطك ومجتمعك اليوم تتمتع أنت بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية واضحة وما فيجوز تجنب اتخاذ القرارات وحاول أنك تستغل معارفك لإتمام بعض الأمور الصعبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بأوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتعزيز العلاقة مع المسؤولين وهذا اليوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك وتجنب التصرف الإركجالي خليك كل شيء مدروس راجع نفسك قبل التحدث ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل أهمش أنك ما تخالف القوانين وما تجازف برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعاً اليوم تنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بيتك تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ونشاطك ولباقتك وحوارك تطمئن خواطرك وبتختفيها واجسك والأشياء اللي بتخاف منها والأشياء اللي كنت قلق منها فترى إيجابية جداً فما تضيع عليك الفرص خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب للامتحانات والمقابلات وأيضاً للأمور العاطفية برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً التركيز على الأموال المشتركة اللي هي تعتبر بنك ضريبة تامين مال الزوج الزوجة كلها هاي أموال مشتركة تفحصوا حساب مالي اليوم ممكن تتفحصوا حساب مالي مشترك فيتعلق في بنك أو في أشخاص وحاولوا انك تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به وحاول انك تبحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهمل لا ملف ولا قضية ممكن يكون عندك بعض المراجعات اليوم القانونية أو اللي تتعلق بأوراق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بيتركز اليوم جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء شركاء العمل أو شركاء العاطفة أو ما بين الأزواج فبتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هاي الفترة ضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تصير صعبة طاقتك ضعيفة فعشان هيك سهل جداً استفزازك حاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل عن المواجهات لأنه ما في داعي إنك تكون أنت الخاسر لأنه خصمك اليوم هو اللي أقوى منك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء